هقولك لي قلتلك كده يعني مثلا مرة ألاقي الطريفون بيجيلي وحد بقى بيقول لي خبر كده يعني مفروض على تامر ويعني تامر قاعد أساساً نايم هو عندك في البيت نايم نايم وحد بيقولك إنه في مكان ما اه اليوم ده تأثرت قوي بالموقف دخل لبالك علشان حسنت إنه طب ما هو كان ممكن يبقى في حاجة كثيرة قوي كنت فاكرها صحة وطلعت غلط طب حتى لو أنت بقيت بيرفكت والشخص اللي معك بقى بيرفكت وبعدين في منغصات في عوامل خارجية بتدخل تعبكر وتخرج لأ وبعدين إيه بقى إيزي أكسس عشان الحياة كلها على الملأ فإيزي أكسس فاهم مستباحة الحياة مستباحة بالنسبة لكله بالحب الكبير ده بسمة لو تخانت تغفر تسامح عشان الحب في الستيج اللي فيها دلوقتي لا صعبة الخيانة ما قدرش إن أنا أغفر متقدريش وإنتي أصغر كان ممكن تغفري زي ما قلتلك أنا بحب العيلة وكده وكان نفسي طوله تيبقى عندي في عملي بس أنا خلفت أول بيبي وأنا عندي 21 يعني 21 سنة عارفة اللي هو لأ أنا حاسة إنه الحاجات دي صعبة على الواحد عمرك وإنتي متعصبة خبطت حد غيره بعصبيتك وزيلتي بعدها أو قلت يا ريتني ما عملت كده؟ كتير كتير جداً طبعاً ودي كانت من الأخطاء اللي أنا كتير جداً منهم واحدة كتعة الملأ والناس كلها قالت ليت نكدي على واحدة ليلة فرحة أه لا دي تستاهر لأ دي بصي دي اللي قلت لها يا خربت البيوت أقل حاجة ما زلتي عند رأيك طبعاً بصي أقول لك على حاجة أنا قلت لك أنا صريحة جداً أنا بكرة هي لغدر الغدر بالنسبالي الإنسان الغدار ده بصي بشوفه أقول لك إيه أقل من السرصار بكرة الغدر لما أخش وسط عيلة وسط بيت يا إما بقى يعني بقى خش بخط أبيض كده بقى أمينة ويبقى عندي أمانة ولما تاكل عيش وملح مع حد لازم يبقى عندك برده أمانة فبصي يعني أقول إيه ما كانش فيه الأمانة دي ما كانش فيه ده كان فيه لما تدخلي كده أفعى لبيتك عارفة بجد أفعى هم